بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم وهذا اللقاء من لقاءات بايسون برو جرامينج الدرس التاني تعالوا مع بعض نستكمل دروس وموضوعات هذه المادة التعليمية الكتاب الاول وزي ما حكوا فاكرين احنا اتقابلنا في الدرس الاول وعملنا مقدمات لحد ما وصلنا لهنا. لو فاكرين برضو فعلا اه حسب الكتابة اهو احنا وصلنا للدرس التاني. دي الاداة زي ما اشرنا الرسمية اللي انا بستخدمها في اه اه او اللي احنا بنستخدمها في التعامل مع برامج اوفلاين بقى من غير انترنت. في الدرس دوت هنشوف ازاي نجهز بيئة التعامل مع البايسون ونكتب برامج ونكمبيل ونرن ونطلع نديجة وزي الفول. محتاج ايه عشان اشتغل بايسون جميعا? محتاج حكتي تنين بس. ودي اوبشنال كده. ايه حكتين دول? اولا محتاج المكتبة بتاعة البايسون نفسها لان دي اللي هتكمبيل برامج البايسون وهترجم الاوامر وتفسرها للكمبيوتر. ومحتاج الاداية اللي هتكتب من خلالها البرامج بس انا مش بسميها ايدور بنخليها اي دي اي. اي دي زي ما حاك عارف بالتطوير متكملة. طيب زي ما اتفقنا اهو. وانا جاهز لك الدنيا بقول لك لو انت عايز مكتبة البايسون اهوت باجي كده اهو كنترول سي مسلا طبعا انت مش دي كده على فكرة ولا تزهق نفسك خالص. انت لو رحت بس على استاذ جوجل كده العظيم. وقلتول انا كنت عايز اعمل بايسون داونلود. بص الراجل جاهز ازاي? هيقوم دخلك على طول على بايسون اه داونلود الويب سايت وتقوم زي ما انا قيل لك كده تختار اهوت. ادي بايسون اخر حاجة تلاتة سبعة تلاتة اللي بيسموها اه بايسون فور يعني لاني تقريبا. وتعمل لها اه كليك وداونلود وتمشي معاك الدنيا بص اهي نفس الموقع. تمشي معاك يقوم بديك الفايل دا. اوكي? الفايل بتاع البايسون طبعا عندي اواريه حالك وانا كده كده بتدولك. بص الموضوع بسيط خالص. تكليك على الفايل وتمشي معا. يعني زي ما حالك شايف كده. انا كده كده بعمل لك كوبي. والله عايز تعمل داونلود اهلا وسهلا مش عايز مفيش اي مشكلة. هتلاقيني بجهز لك تولز تولز يقول لها هشرحها ليك. لكن على الاقل اهو. اول واحد اهو يا جماعة. تلاتة سبعة تلاتة هو دوت البرنامج اللي حضرتك هتداونلوده من الموقع بتاع البايسون. تتورجي زي ما حالك شايف? وتبتدي تسطبه بالخطوات السهلة جدا اللي انا شرحها في الكتاب. ببساطة هتدبل كليك هيقول لك سيتوب. تمشي معا خطوة خطوة. اهو زي ما انا شارح لك ونكس نكس نكس الدنيا سهلة جدا لحد ما خلص. كويس? خلصت الانستيليشن بالخطوات اللي انا شرحها لك دي بتاعة البايسون خلي بالك. مش بتاعة البيتشار مش بتاعة الاي دي. بتاعة البايسون ده مبدئيا لانك انت مش هتقدر تشتغل بايسون الا لما يكون عندك الايه? اللي بري انستول دي. طيب عايز تتاكد تقوم عامل ايه? تقوم عامل سي ام دي كده هو. اللي هو الدص كده يعني. وبعدين تقول له بايسون لو هو انستول ده هيبقى طبعا عارف البيسون ويقول لك تفضل. اوكي كده زي ما انت شايف اهو. لو قلت له مسلا ايه بتساوي عشرة مسلا وبي بتساوي عشرين اه هو. وسي بتساوي ايه بلاس البي. وقلت له برينت. مسلا السي هبصت لها الراجل اهوت هو عايز بس برينت دي ما بينقصين. لو قلت له برينت. مسلا انا لسه مش بشرح لك خلي بالك. احنا لسه ما مش بشرح اي برمجة. اوكي ابصت تلاتين اهي. انا بس كده اتطمنت ان البيسون انستولدو شغال. مش هقدر اكمل الا ازا كانت الدنيا دي ايه? اه اه جاهزة كده. طيب دي الخطوة اللي فاتت لو انا سرعت شوية سامحني. اقف عندها وقف الفيديو وما تكملش الا ازا خلصت الخطوة دي. اللي هي ايه? لاما تروح عاليور ايه اللي دوت وتخش عالبيسون تعمل وتعمل دابل كليك للفايل بعد كده. وتسطبه لاما انا كده كده اه مديك طبعا في الفايل اهو. دابل كليك عليه? واعمل له اه انستول. وبعد ما تعمل له انستول تيجي بقى على السم دي بالشكل البسيط دوت. وتكتب كلمة بايثون يوم هو مديك الايه? البرومبو بتاع البايثون وتقدر تكتب برامي. اكتب كده اي حاجة زي ما انت شفت حتى مثلا. قول له حتى يعني لو انت عايز انا بس ايه? اهو عشان تتاكد ان الدنيا كده ايه? شغالية. اهو. زي ما انت شايف اهو بصرح عليك. كل ده انا بتطمن ان آآ ان الانتربيتر دوت بيفهم اوامر اللي يا جماعة البايثون. طيب دي الجزئية الاولانية. طبعا مش مش هاعد اقضي البرامج بتاعتي بالشكل ده. انا ما بشغلش على الانتربيتر ده جماعة يا. لكن انا بس اتمنت ان الدنيا شغالة كده وزي الفول. الخطوة التانية المهمة جدا هو التول نفسها اللي هي التول دي. اللي هي برضو البيت شارم زي ما قلت حقا كده بالزبط. اقدر برضو اروح على الويب سايت بتاعها بالشكل دوت. وابتدي اعمل لها الموضوع سهل لخالص. او حتى بين وبينك انت برضو لو دخلت لحد ما هو ايه كده هو تقولت له جوجل وبعدين من الاستاذ جوجل قلت له برضو فعلا اهو اللي هي بايسون يعني باي تشارم الراجل عارف اهو. قلت له دون لود. هببص لايه اوتوماتيك يدخلك على الموقع بتاع الدون لود يعني القصة مش اعجز. اهو. ودون لودنا وتعمل لها دون لود ويديك برضو بص اهي. اه بعد ما تعمل دون لود ما عليك غير انك تعمل انستول. برضو هتلاقيني عامل لك كوبي من اهو. بص يا جماعة اهي. ادي التول اهيت. انا اللي اديني طبعا اهوم. انا لسه مش كل التولز انت عايزها دلوقتي. لكن كل التولز اللي انت عايزها هنحط لك في الفولدر ده. انا عامل لك فولدر اسمه تولز جوة سي دي تلاتة زي ما هو كده هتلاقي الكلام ده على الستوارة ان شاء الله. بحيس ان انت والله عايز تروح عالى الانترنت وتعمل دون لود اهلا وسهلا. مش عايز تروح الانترنت وتعمل دون لود برضو اهلا وسهلا تعمل ايه? تستخدم الاستوارة اللي انا مديها لك. بعدما تدون لو د الفايل تعمل ستتب طبعا. ده كلام سهل خالص. وتبتدي بقى زي الانستولز اللي في الدنيا كلها تقول له ناكست 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 وها كزا. بيسألك طبعا المسار اللي انت تنستول فيه. طب انت شغال اتلاتين الاربعة وستين ده موضوع يخصك انت حسب جهازك. يعني انت تروح على جهازك كده اهو وتشوف انت شغال على ويندوز ايه. انا شغال على اربعة وستين فقلتول على فكرة اربعة وستين. موضوع طبعا سهل جدا. هيعمل لها جروب في الويندوز. اوكي. هيبتدي اعمل هياخد وقت بسيط كده. لحد ما يخلص خالص. ويقول لك انا خلصت اشغالها لك. اشغال لك الاي دي اي. اه تفضل شغله. بص تبتدي اشغاله. ويقول لك انا جاهز. تمامك يا شباب? اهو. لحد كده كويس خالص. وكده يبقى عندي موجودة. وكمان الاي دي اي موجود. لحد كده لو وصلت للحالة دي. واصبح التول دي شغالة كده. يبقى انت كده جاهز معي ان احنا نكمل اه الشغل. نكمل الشغل طبعا يبقى مفروض دلوقتي ان انا عندي التول دي شغالة. مفروض ان انا اعمل كده هوت. هلاقيها عندي طبعا شغالة لويندوز تين اهي. وهي فعلا عندنا بالنسبالي. هتبتدي تشتغل يعني اول ما ما تقوم كزا ما بيقوله. ويديني اه الاي دي او الاي دي. زي ما انت شايف طبعا ده اخر انا حاططولك بالسطوانة. حتى الان يعني. يوم يديني الاي دي بتاعه ويقول تفضل انت عايز تعمل ايه. طبعا لو زي كده انا كنت شغال قبل كده. فبيفتح لي اخر كنت عامله. سيبك منه خالص وما تشغلش بالك. انا هحكي لك كمان شوي. يعني اللي انت شايفه ده. كأنك مش شايفه خالص. انا بس عايزك توصل في هذه المرحلة ان انت تبقى عندك التول دي جاهزة كده وزي الفول. كده ممتاز. ووصلت لكده تعالى بقى نتكلم على البرمجة. برضو هنتكلم على البرمجة واستخدام التول. ان شاء الله طبعا في اللقاء القادم. معلش طولت عليكم. نتوقف في هذا اللقاء عند هذه الجزئية. والى ان نلتقي في اللقاء القادم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.